السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيب ان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال ازايك يا ستة شموسة بقالي كتير ما شفتكش في القناة حاضر من عيني انا هدور على الزحلفة في الجنينة علشان هما طلعوها في الجنينة انا كنت في اجازة الزحلفة كانت في البيت بس تقريبا معملت بيبي وامت عارفة با الحركات دي فطلعوها في الجنينة بس حاضر من عيني هدور عليها وهتصور مع الزحلفة بس ازاي انت عملتلي لايك من قبل ما تشوف الفيديو لأ انت لازم تشوفي حتى جزء من الفيديو يا شمس يا شموسة يا امرايا يا فلايا مش يا حبيب قلبي مش هنسى تاني اقول يا جماعة اول لان كنت حضرتك اول مرة تخشي القناة ياريت تعملي لايك للفيديو وتشوفي جزء من الفيديو وجزاك الله كل خير النهاردة بقى هنعمل ايه هنعمل احنا بنعمل ايه انا بنعرفه ايه اللي بعمله ده يا جماعة حد يعرف انا بعمل ايه هعمل شربة صبانخ هعمل شربة صبانخ لقد فردو معايا بصلايا صغيرة معايا ايه معايا ايه بصلايا ومعايا فسنتوم لانها برضو هعمل بولة صغيرة كده ومعايا فسنتوم ومعايا قطع من الزبدة ومعلقة من الزيت الزتون هنشوح الكلام ده كله مع بعدي كده وبعدين هنحط معلقة شفان صدقكم لما كنتش بسيطة هالفيديو اصلا جماعة انا دلوقتي الصبح بسجل الفيديو والفيديو كانت عمل مبارح وطبعا كالعادة انتو عارفين ان انا عقيمة مش عارفة لسه انزل الفيديوهات يا ربي يكرمني اخر الاسبوع ده وانفارد بالقناة وولع في الفيديوهات وانزلها يا رب يا رب ادعولي وقولي يا رب يا رب مهمة حبيب قلبي انا الرز اهو في الحل الغم اهو بيستوي والصبانخ شربة الصبانخ على النار زي ما قلت بشوح البصلايا مع فصين توم اه مع معلقة شفان بعد البصلة والتومة ميحمروا شوية حط معلقة الشفان ومعلقة شفان صغيرة يعني معلقة بتاعت شاي كده عشان الشفان بيتخن قوي وبعد كده حبيب قلبي هنزل عليها بالسباني خليبها تقليبتين وحط شوية المياه تستوي بعد ما تستوي هندربها في الخلط بعد ما تبرد وتستوي هندربها في الخلط نحط معاك مكعب جبنة كيري عايز اقول لكم الشربة بالجبنة الكريمية رائعة هتغنيكو يا جماعة جدا جدا عن الكريمة تمام حبيب قلبي تمام عايز اقول كمان اخد رأيكو في حاجة مش عارفة وانتو طبعا حبيب قلبي ربنا يخليكو ليا انتو ما بتتأخروش عني في اي طلب اطلبه منكو ربنا يعزوكم ما يحرمنيش منكو يا رب الطلب اللي انا عايز اطلبه انا هعمل هعمل ايه انا عايزة اعمل فيديوهات للأكل وفيديوهات للروتين لان في ناس بتكلمني طبعا مش حبيب قلبي انتو في ناس يعني انا ببقى عارفاها ناس مش من المشتركين بتوعي ناس معارف كده بيقولولي انت احنا مش عايزين حكايات واحنا مش عايزين التعلفات احنا عايزين نخش على قناة فيها اكل عشان نعمل وصفات فمش عارف بفكر ان انا اعمل فيديو للأكل يبقى فيديو صغير لو انا هعمل وصفة اعملها في الفيديو صغير والفيديو التاني للروتين بس انا مش عارفة والله اعملها ازاي ما انا اثناء ما انا بعمل الأكل عمالة اروح اخسل كوباية اروح اخسل معلقة اروح اخسل طبق اروح ادقلج يعني انا مش عارفة اعملها ازاي خاصة ان الست المؤادم ربنا يهديها قلت هتنزلي مثلا بعض الوصفات على انا بساح الزبدة عشان الفطير طبعا افرده قلت بقى هتنزلي هي الوصفات بتاعتي على الاسموئي ده اسموئية جماعة على المنتدى ولا نزلت ولا عملت كل فين وفين لما يجيلها خواطر تكتب مش عارفة هي قناة الشعر ولا ايه ولا بقى بيات الشعر ولا لا ما انا عارفة والله يا جماعة مش عارفة عم ايه فما نزلت ليش حاجة بصراحة يعني ومش عارفة بقى هتنزل ولا مش هتنزل ولا اكيد هتقول لي استنى يا ماما لما اعرف وبعدين اعملك الكلام طب حبابي قالبي انا بفرد هذه الفطير بفرده زي ما انتم شايفين كده سهلة يا جماعة اللي بيخاف من العجين لما يفرد الحاجات دي يحس انه بيلعب والله يحس انه بيلعب موضوع يعني تحس انه هو تسلية مش متعب وخلي بالك لما تتقطع منك ولا تفرق معاك انا كان واحدة تقطعوا مني موضوع عادي جدا جدا الستات او البنات الحلوين اللي لسه بيتعلموا الطبخ الموضوع اسهل منه وما فيه شايفة سهل جدا ويا ست لو مش عايزة تشليها كده سليمة وتحطها الطبق طبقية عادي يعني الكل بيطبقها بس انا حبيت اعمل حركات يعني موضوع عادي جدا بتجيب شوية ملح شوية دقيق معلقة سكر وتعجيني العجينة وانت بتلعبي بيها كده فيش اكتر من كده وبعدين بتقطعي وبتركنيها على جنب ترتاح وبعدين بتيجي جيب ندها تزيد تحطها من تحت العجينة وتفريدي عشان العجينة تسهل معاك هي كده كده هتبقى سهلة بس يعني ايه زيادة سهولة اكتر يعني حطي نقطة زيد كده وتفريدي العجين بس موضوع ما فيش ابسط منه ما في يا جماعة والله ما تخافوا جربوا طول ما انتو بتخافوا مش هتعرفوا تعملوا حاجة الخوف بيخلينا ما بنعرفش نعمل اي حاجة انا نفس الساعة لما باجي احاول ان انا اعمل حاجة واخاف انا هو انا كبيرة وشحتة محتة كده بخاف بس لما ببركز في حاجة والله اللي اعملها ايه يعني ما تبوص عادي يعني وانا كنت برضو بعمل زمان حاجات كنت بوز مني كنت باخدها حطها في كيس زبالة ومن تحت الزبالة خالص خالص كده اروح اطاع في بسكة الزبالة عشان انا نفسي مفتكراش ومشوفياش بس كنت بيني وبالنفسي بقول ان ده عادي جدا لاني انا بتعلم انا بعلم نفسي بنفسي فعادي ان الحاجة تطلع ملحاها زيادة شوية تطلع ملحاها ليل تطلع بايزة معاك ما فيش اي مشكلة زي اي حاجة في الحياة انما حباب قلبي الموضوع سهل جدا جدا او شايفها بتقطعت مني اللي حصل عيط يعني ولا اي حاجة ما تطقطع يعني هتتكل سليمة ما هتتطبق في قلب بعضها مش هت مش يحصل لها اي حاجة يعني ده كل نهار وانا ماشي لقيت واحد بيفرد الفطير عارفين انتو الناس اللي بتعمل الفطير في المحلات ده بس الواد ده ما كانش بيعمل فطير في المحلات كان فيه زي فرن كبير كده عند سوق كده فهين شمس كنت رحل اختي كده اختي تعبانا وبعدين الواد ماسك الفطير كده عمالي لفها ويعمل بها حركات يعني وبيبالغ في الحركات وراحت نزل على دراعه الفطيرة راحت مقطوعة يعني طلعت ادي من نصها كده بس فعملت نفسي مش واخده بالي عشان ماكسفوش والموضوع عادي جدا اي حابقي بقلبي يعني اشتر حد ممكن يباوز كمان وانتو بتعجنوا وبتعملوا كده هتحس ان انتو مبسوطين لو انتو زعلانين او متضايقين او يعني عندكو يعني اي زهق او ملن هتبصت لقى ان انتو مبسوطين كده بتعملوا حاجة كده تحس ان انتو فرحانين وانتو بتعملوا حاجة كده يعني ايه زي ما تقولوا بتصنعوا حاجة او والله يتحسوا بمتعة العجن والخبز اللي متعة انا مش عارفة وصفها لكم يعني انتو اجربوا عشان تحسوا بالمتعة والسعادة اه ان انتو بتصنعوا حاجة انا ببقى سعيدة ومستمتعة بس اللي بيقل لي ساعدتي ومتعيتي ان انا المطبخ بيبقى حواليا مكركب وبيبقى عندي شغل كتير طبعا انا مش بصور لكم شغلي لان طبعا جا ممنوع 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 هذه ايه دي ما نقولولك الايه الايه ايه الخطوط الحمراء اي انا عندي بقى خطوط الحمراء والزرقاء فطبعا ممنوع ان انا اعمل روتين او شغل في البيت واتمنع موضوع برضو الحديكة الحديكة الدولية اللي انا كنت الحديكة انا بتاعت هذا المكان يعني مش كنت ساعات بطلع عامل الزرق وبتاعتها طبعا دا كمان اتمنع فقلت كله اتمنع ربنا يستر كمان والمطبخ ما يمنعوش يعني فربنا يستر يعني عشان اصل لو المطبخ قالولي بلاش المطبخ هعمل ايه المطبخ هروح فين يعني مش هينفع طبعا اه طبعا حبيب قالب انا خلصت هذه الفاتيرة وبنضف بقى الترابيزة وروق الدنيا كده واملت ايه طبعا انت مش هارفة انا طلعت القرنبيت من الفرن على فكرة جربوا القرنبيت بالطريقة ديت طريقته حلوة قوي وسهلة وسهلة وبسيطة واملت بكريمة هو مش مش عليق باشي عمل لي والكلام التقيل والغلس ده هو مجرد شوية لبن زي ما انتو شفته كده وموضوعه سهل وبسيط بس انا بقى بالم الدنيا كده بالم الدنيا كده وعايز اقول لكم على حاجة بس مش عارفة طبعا بنتي بتقول لي يا ماما النت خلص والنت مش هيجي النت خلص اصلا بقى له اسبوعين عندها فانا طبعا كنت ببعد كروت شحن عشان فيديوهاتي تنزل فبتقول لي لا ده النت هيباركو الارنبيت اللي طبعا جميل جميل ولا لا جماعة طعمه حلو جدا وسهل وبسيط بتقول لي ماما حاول تنزل لي فيديو واحد بس في اليوم عشان طبعا انتو عارفين انا بعمل فيديو كبير وبقسمهلكو على قطعتين على حتتين اتنين سندويتش روحكت هتطلع شرقت شرقت انا اسفا انا اسفا المهم بتقول لي مش هينفى غير مقطع واحد بس او نص الفيديو تبعتيه عشان تلقى ست انت توجد مغنى لي انا هبعت اجيب كروت شحن انا مقدرش اتاخر على حبيب 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 بس فالمهم بقى ربنا يساهل يعني وانا كنت عندي قصة عايزة حكيها بس مش عايزة خايفة انها اكيد هتخلص مش هالحق كمل حاجة بسيطة منها انا هنا بدرب الشربة في الشوات الشربة السبانخ طبعا انا بعمل قليل على قد فرض واحد بسي فطبعا انتوا لو هايزين تزودوا الكمية هتزودوا يعني سهلة وبسيطة وحلوة مغزية حتى اللي مش عايز في اليوم ده يأكل رز ولا يأكل مكارونة ولا يعمل طبخ ولا بتاع ممكن يعمل شوات الشربة دولة مع مكعبين يعيش من التوست كده وما في الشربة وياكلهم أكلة حلوة جميلة وطبعا بعد الفطيرة بتاعتي مرتاحة انا ببططها كده بسيبها حوالي عشر دقايق بكون مولاة على الفرن على نار عالية جدا جدا وبعد كده بحطها الفرن على الفرن في الفرن يا جماعة على الفرن ايه على اعلى درجة حرارة بحطها في الفرن بتقعد حوالي خمسة وعشرين دقيقة او عشرين دقيقة على حسب الفرن هتطلع مسكعة هتغيب قوي وهتنشف ومش هتبقى فطيرة عادلة خالص هتبقى اي كلام باللغة البلد يعني بنقول مسكعة مسكعة يعني نشف نشفة كده وملهاش معالم يعني تمام فبعد احنا ما بنبططها شوية نفردها في الصينية بنسيبها تلتاعة عشر دقايق وبعدين نرجحها تاني حبيب قلبي انقصد نحطها تاني ان نحطها في الفرن بقى تسيب بس بعد كده الموضوع بسيط جدا يعني تمام بتهيق لي برضو هوريها لكم في المقطع التاني ما هي مقاطع والله يزهيقت نفسي ان انا اعمل بقى يعني تعلمني انزل الفيديوهات بدلا ما بقعت لها والفيديوهات تروح تزور الشيخ وترجع ومرار طافح طبعا حبيب قلبي انا عملت الفطيرة وطلعتها زي ما انتم شايفينها كده بس انا كان فيه حد طبعا اول ما طلعت كان حد عايز يأكل فطبعا ما قادرتش أصور مش هينفع طبعا اقول له استانا هصور فده اللي حصل يعني مشي وهي اخدت حوالي 25 دقيقة في الفرن دي فراخ انا كنت جايبها وراك مخلية اليا الفخات دي مخلية كنت جايبها وانا جاية يعني الشغل فقد كنت نقعها في مياه وسكر محلول من الملح والسكر معلقة السكر ومعلقة ملح ومياه ده بتساعد على تروية الفراخ وكمان بتخلي راحة الزفرة ما تبقاش فيه زفرة وبعد كده بعد ما بنا شيلها من المياه دي بعد ما كنا قاعد كام ساعة بشيلها من المياه وادعكها باللمون والدقيق وبشتوفها كويس وحطها في المصفة الصفة وبشيلها في الفريزر فياريت اللي جيب فراخ او يجيبه راك او اي منتجات الفراخ يجيبها لو هي طبعا مش مجمدة يعني انتو لو جابينها من البائع او سوبر ماركت مبردة او يعني مش مجمدة ياريت تخسلوها كويس قبل ما تشلوها في الفريزر عشان الزفرة حابقى بقلبي ما تمسكش فيها وهنا كمان بعمل شوية بسلة عاديين نايف نايف اه حطت بصلايا والطعطايا كده شوحتها بمعلاقة زيت وبعد كده نزلت عليها بالجزرية تشوحت والطماطم بضربها في الخلاط يعني ايه كله اكل سهل قلتلكم بقى اليومين دولت انا ايه اه هشتغل في الاكل اللي هو طبعا انتو شايفينك البيريكس اللي هناك ده او الطاجين اللي هناك ده فيه الارنبيت اللي انتو شايفينه على بتجاز ده طعمه حل وبسلة عادية خالص زي زي ما اي حد بيعملها مش مسبكة ولا فيها لحمة ولا فيها حاجة بس والست الحلوة اللي بتسألني بتقولي بسات الاكل والاكل ما فيش ابسط واسهل منه طبعا انا بشتف بحب بشتف البسلة اللي بتبقى جاية مجمدة دي بحب اشتفها وانا ما اخدتش الكيس كله انا خدت نصه يعني لان زي ما انتو عارفين انا بعمل كميات اكل قليلة يعني اعمل كذا حاجة بس قليل يعني مثلا عملت الفطيرة اللي هي مكونة من 3 كبايات دقيق عملت نص كسل بسلة عملت شوية ارنبيت صغيرين شوية شربة سبانخ قليلين اه بعمل 3 اربع حاجات ولكن كلهم قليلين عشان اللي عايز ده ياكله اللي عايز ده ياكله وفي نفس الوقت ايه ما عملش حاجة واحدة فيه ناس كتير ما بتحبش ده وناس كتير ما بتحبش ده فيبقى ايه بناردي جميع الاطراف وكل اللي هو عايز اي حد عايز حاجة معينة بنعملها تمام حبايب قلبي انا عندي قصة انسانية بس مش عارفة مش هلحق اقولها خالص ولا هلحق هقول حاجة بسيطة منها في الفيديو لان الفيديو يعني فاضله كم مثلا كم دقيقة كده بيخلص لكن هتكلم يعني هنوه عن القصة نفسها دايما الناس تبقى سرياء ورقب عربيات شيك وشكلها حالو وكلنا بنتمنى نبقى زي الناس دي او نبقى في مركزهم او زيهم ما بنعرفش ايه المستخبي المستخبي ما بنعرفوش لما ندخل بيوتهم ونكتشف المقاسي ونكتشف المشاكل اللي عندهم يا ريتل ما فيش اي حد يتمنى يكون زي حد خلي كل واحد يتمنى ان يكون زي نفسه بس اشتركوا في القناة